وطبعا كل الناس النهاردة عادة مستنية في حالة ترقب شديدة من جماهير النادي الاهلي وكرة القدم العربية والعالمية كمان لانطلاق بطول الكأس العالم للأندية في المغرب اللي هتبتدي بمواجهة النادي الاهلي وأوكلاند سيتي في الدور الأول الكلام ده هيحصل ان شاء الله ساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة واللقاء ده هيتلعب على استاد ابن بطوطة بطنجة طبعا فيه اهتمام عربي تحديدا بها دي البطولة اللي بيشارك فيها تلات أندية عربية الأهلي والهلال السعودي والوداد البيضاوي المغربي دي النسخة رقم 19 من المونديال الأندية والتالتة اللي بيتم تنظمها في المغرب وهي السنة دي هي صاحبة الأرض والجمهور عشان كده بنقول ان اكيد البطولة الموسم ده بتستحوز على قدر مهول من الاهتمام العربي بصفة خاصة جمهور النادي الأهلي اكيد عندها ثقة كبيرة جدا في الفريق ومنتظر تحقيق الفوز ومنتظر الصعود للنهائي لان الحقيقة النادي الأهلي داخل النسخة دي من البطولة وهو فعلا عيله على النهائي اكيد وبيسعى كمان لتعزيز ارقامه والقياسية في هذه البطولة احنا بدورنا كلنا ثقة في فرقتنا وكون ان شاء الله واسقين ان احنا هنحقق فوز ورا فوز في هذه البطولة وارجع وقول ان شاء الله نلتقي كده واحنا بنتكلم بتفاصيل لقاء النهائي بين النادي الأهلي يكون من ان شاء الله بإذن الله يا كريم وزي ما احنا برضو عارفين مهم ان احنا نتكلم في التاريخ مهم ان احنا نبقى داخلين البطولة وعارفين طبعا ارقامنا كمان النادي الأهلي واكثر الفرق العربية اللي شاركت في كاس العالم للأندي زي ما حضرتكوا اكيد عارفين كلم مرة تمنى